أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا الذي انتقد إعلان إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة دون تواصل إلى اتفاق وخلال لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببراكسال أكد شكري مطالبته بأن يضع خارطة طريق للتواصل إلى اتفاق عائل وملزم في إطار زمني مدد يأتي ذلك فيما بحث شكري مع سكرتير عام حلف شمال الأطلال من نايتو يانس سوتلمبرغ عدد من بينها الأمن السبراني ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والكشف عن الألغام فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تحصلها مصر في هذا الإطار أكد شكري أيضا في هذا اللقاء مع جوتا أوريبلينين مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية التقى مع نظيره الروماني بوكدان أوريسكو لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والقضايا الإقلابية فيما بحث أيضا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية إينا يوهانسون التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء